مساء الخير جميعاً نرحب بكم في هذه الندوة بداية يسر جمعية التجمع القومي التوجه بالشكر والتقدير للاتحاد النسائي البحريني بقبول التنظيم هذه الفعالية بصورة مشتركة آملين أن تكون بداية لعمل أكبر ومستمر خلال الفترة المقبلة نظمت هذه الندوة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة حددتها الأمم المتحدة 25 نوفمبر من كل عام بهدف وقف الانتهاكات التي تتعرض إليها النساء والمستهمة في رفع مستوى الوعي حولها لما لهذا الموضوع من أهمية حيث يعد العنف ضد المرأة انتهاكاً لحقوقها الإنسانية وعقبة كبيرة في طريق تطورها بمختلف مجالات الحياة كما يأثر سلباً على صحتها وطموحها في التعليم والعمل وقدرتها على المشاركة بفعالية في المجتمع على الرغم من المبادرات المحلية والدولية في هذا الشأن لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه على الصعيدين الجولي والمحلي وحتى يومنا هذا قام اثنان فقط من أصل ثلاثة دول بتجريم العنف الأسري في حين لا تزال 37 دولة تمنح حصانة قانونية لمجرم مقتصب في حال زواجه من الضحية وإعفاءه من العقوبة وكذلك هو الحال في التشريع البحريني ولكن ماذا عن واقع العنف ضد المرأة في مملكة البحرين هذا ما تحدثنا عنه المحامية الاستاذة شه زلان خميس المحامية شه زلان خميس محامية مجازة أمام محكمة التمييز البحرينية والمحاكمة الدستورية وحاصلة على شهادة ليسانس حقوق ودبلوم عالي في التنمية السياسية وتمتلك خبرة أكثر من عشرون عام في مجال المحامة والاستشارات القانونية كما أنها عضوة في برنامج إعداد المحكمين ما يؤهلها الحصول على العضوية في التحكيم الدولي كما أنها عضوة في عديد من الجمعيات المهنية والنسائية منها جمعية المحامين البحرينية والاتحاد النسائي البحريني وجمعية النساء الدولية نرحب باسمكم جميعا بالمحامية شهزلان خميسة ستفضل بتقديم محاضرة مساء الخير بداية حي نساء بلادي طبعا التي قدمنا الكثير ولكن كنت بقول يؤسفني أن نساء البحرين وحنا على بواب 2020 ما زالوا يطالبون برفع التمييز والعنف عنهم ولكن بعد ما سمعت التقارير الأخبارية طبعا تجيب حباط يعني هي مرتبطة بالوضع بشكل عام مرتبطة بالوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي بشكل عام وبالأزمات التي تمر فيها الدول لكن الواحد يعني يؤسفني أننا نحن على أبواب وبعد ما المرأة قدمت الكثير الكثير وأعطت ما زال هناك تمييز ضد المرأة والمؤسف أكثر أن ما زالت القوانين في دول مثل البحرين دساتيرها في جوهرها أو في موادها في غالب موادها يعني تقر بالمساواة بين المرأة والرجل في جميع على جميع الأصعدة إلا أن ما زال يعني تمييز يقع على المرأة في كثير من القوانين كنت بتكلم عن التمييز بشكل عام بس يعني فضلت أن أتكلم في الجانب القانوني لأن الجانب القانوني مهم لأن في جوهرة في جانب ردعي وجانب تربوي للمجتمع فبالتالي على مدى الوقت يعني زي ما يقولون في ردع إصلاح فعلى مدى الوقت المفروض لو هناك قوانين منصفة تتسق وتتفق مع الدستور وموادها لكان يعني صلاح المجتمع رويدا رويدا ولو طبقت دستور أني في رأيي في موادها لكفانا حتى شر لكفانا حتى طلب تطبيق لاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات مناحضة العنف والعهود الدولية الأخرى بعد أني ما أخفيكم القول أني ما زلت مدهوشة أن دستور 2002 المفروض الدستور يلقي بجبروته وقوةه على القوانين الأخرى المفروض بعد 2002 يتم تعديل كل القوانين المعمول بها في دولة البحرين مثل قانون الجنسية قانون الجنائي قوانين المتعلقة والقرارات المتعلقة بإسكان ولكن يعني ما تم ذلك في رأيي أنا لأن دائما تدار الأمور وتعالج بوجهة نظر سياسية لا بطريقة إنسانية أو بطريقة تتفق الموضوع نفسه وإنما كل الأمور تدار بطريقة سياسية وهنا المعضلة ولذلك كل السياسة تكرس التمييز وتوضع المرأة في مرتبة أدنى من الرجل والرغم من حقيقة كلنا نعرف حتى قررها المولى عز وجل إننا كنسا قد خلقنا والرجال من نفس واحدة كما جاء بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا وسأن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بل وقرر في آية أخرى بأن التفضيل والتمييز لا يأتي لكون الشخص ذكرا أو إنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرا وإنثى أكرمكم عند الله أبقاكم صدق الله العلي العظيم وممكن ملاحظة ولمس هذا التمييز ضد المرأة جراء تقسيم المجتمع ليس على أساس إنساني ومواطنة وإنما على أساس نوع الجنس إذا تلاحظون حتى القوانين حتى في التشريعات الوضعية التي تمثل المرأة كإنسان كفرق في المجتمع كمواطن يصح المجتمع بصحة ويمرض بمرض لو اطلعت على القوانين لقانون الجنسية بشكل تفصيلي واطلعت على تقرارات الإسكان والقانون الجنائي حتى الأرض بتدرك أن شنو كمية الضيم والعسف والهدر اللي يصيب المرأة في كرامتها وإنسانيتها خاصة حين تمارس دورها كمربية كمديرة لمؤسسة المجتمع الصغيرة وهي الأسرة أو كدورها كعضو عامل في المجتمع ومكلف بتأدية دور وظيف متقدم مثلها مثل الرجل والمرأة مثل ما نعرف عندها دورين في الدولة والمجتمع وفي الأسرة واثنين هم تعتبرهم الدورة والمجتمع واجبات مقدسة بل خلال هذا التقسيم اللي نلمسى في القوانين على أساس جنسي مش على أساس إنسانية والأساس مواطنة نلاحظ إن جميع القوانين ضلت ثابتة ما تحركت لم يحدث عليها أي تغيير بل ضلت تعامل المرأة ليست كمواطنة وكاملية الإنسانية والأهلية بل ضلت تعاملها مع الأسف الشديد يعني كأمرأة أو كمواطن ناقص الأهلية خلي نقول فإحنا على أبواب هذا العصر الأبواب سنة 2020 نتساءل هل الإبن والأب نسأل الدولة نسأل المجتمع هل الأب والإبن والزوج والأخ والزميل في العمل اللي تماثل المرأة في المنصب والدرجة العلمية بل وفوق وظيفتها إيه يا كأم اللي وهبت حياتها للمجتمع وحضنت هذه الرجال حتى هما كبروا وصاروا يقودون المجتمع هل يعتبر هذا الإبن المرأة مختلفة عن الرجل وأقل درجة منه حين تنجبه وتفني عمرها في تربية أو تعليمه ليكبر في تقلد أكبر المناصب وهل يعتبر حملها وإنجابها فيه تمييز ضدها فلا تماثله في الحقوق أو في قانون مثل الجنسية أو القوانين الأخرى هل يعتبر الزوج والأب والمرأة مختلفة عن الرجل وأقل منه درجة حين تقدم خدماتها للأسرة من طبخ وكنس رعاية وتعليم هل الحمل والولادة وتقديم الخدمات والرعاية المنزلية للأسرة مبرر لاعتبارها مختلفة وناقصة المواطنة ولا تصلح للحقوق بل واجبها تقدم الخدمات الثابت واقعا أن حقيقة التمييز بين الرجل والمرأة تستند وتكمن في كونها تنجب تحمل وتنجب يعني أنها خصها الله جل وعلا بوظيفة تختلف عن وظيفته وهي الحمل والولادة ولا لماذا؟ وبالرغم أن دستور المملكة سوا بين جميع المواطنين رجال نساء وعلى جميع الأصعدة والمستويات سخر لهم حمايتها بالسبب القانونية والمفرق بينهم أيضا بسبب الجنس أو الأصل هاي الشكل جاء في الدستور أو اللغة أو الدين أو العقيدة وكفلة مع المساواة في الحقوق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين باختلاف أجناسهم وانتماءاتهم ولا تمييز بينهم أيضا مثل ما جاء بسبب لا العقيدة لا الدين لا الجنس أو غيرها لأنه واقعا يمتنع على المرأة أن تطالب بحقها المتساوي في المعاملة في جميع التشريعات ليش؟ ذلك اللي نطالع حين نقارن بين مواد الدستور وقانون الجنسية مثلا دستور المملكة في مادة الأولى فقرهيت نص مساواة الرجل والمرأة حقها في المشاركة والتمتع بالحقوق في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية في مادة الرابعة جاء بنا الصالح الرئيس والمساواة والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص دعامات تكفلها الدورة في مادة الخامسة نصب كفالة الدولة للتوفيق بين مواجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواةها بالرجال الدولة كفلت هذا التوفيق في المادة التسعة تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين أيضا في المادة الست عشر المواطنين سواء في تولي الوظائف العامل في المادة الثمنتعاش أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون أمام القانون في الحقوق والواجبات أي أن جوهر الدستور والعمود أو العضلات الأساسية هي زي ما هو مكتوب يعني أنه المساواة وتكافؤ الفرص هذه القواعد الدستورية تتمحور كلها الجوهلية لكن مثل ما قلنا لم تلقي بضلالها وجبروت قوتها على القوانين التشريعية فتدعن لها باقي القوانين باعتبار أن القواعد الدستورية يعني هي المظلة التي المفروض عدم مخالفتها زي ما قلنا من القانون الجنسية القانون يتعلق بالخدمات الإستانية القانون الجناي وغيرها من القوانين بما تحمله عبارات من الدستور والمعاني معاني عميقة لتلمس أو ضطال كل أمر أوشان يتعلق بالماط البحريني عامة رجالا وإنسان قانون الجنسية اللي صدر 1963 يخالف الدستور اللي جاء في 2002 بل وطامة الكبرى جاء حرمان المرأة في حق عطاء جنسيتها لأبناها تحت مبرر بأن هؤلاء الآباء آباءهم ليسوا بحرينين صوروا ورجعنا إلى شنو أي هنا أيضا لا قيمة ولا وزن لكونها مواطنة لها كافة الحقوق ويعد الحق لها والمفروض تعطى الحق في إعطاء أو إكساب جنسيتها لأبناها ولا حاجة ولوجود رجل يضفي الشرعية على هذا الحق فالثابت واللي لا يقبل الجدر القانون الجنسية مخالف القوى عدستور نصا وروحا بتكريس نص متعسف يعني في المرأة جسدا وروحا بما عاملت لها ككيان ووجود لا حقوق له ويعلن عن وجودها في القانون يعني كانها ضلال فالمفروض كضلال دايما تلحق وجود الرجل يضفي عليها الشرعية مثل ما قلنا فلذلك ظلت يعني الغير مفهوم يعني دا الحق اللي هو الكساب الجنسي الرجل عنده دا الحق أصيل يعني بكونه هو بحريني ما يخص الأناصر الأخرى الزواج في البنية الزواج روسية الزواج ما يخص دا الموضوع المرأة يعني معرف هما مرة يبررونها أن الأولاد أبوهم في الأخير رجعنا أبوهم غير بحريني لأنه دا الحق مولا الأولاد دا الحق تابع للمرأة كمواطن كمواطنة هذا الحق عندها تعطيه متى ما أرادت وتمنعه متى ما أرادت مثلها مثل الرجل لكن هنا يقول إذا هي متزوجة من غير بحريني أي أيضا رجعنا لمسألة المفترض وجود رجل في حياتها حتى قوانين الإسكان قراراتها الوزارية مراسيمة جميعها تخص الرجل بخدمات الإسكانية وتقص المرأة كرب أسرة وفي ذلك مخالفة واضح لمواد دستور مثل ما قلنا لمواد دستور شتقول بكفالة الدولة تضمن توفير سكن لذوي الدخل المحلول هي معينة امرأة أو رجل المفروض أن هذه المادة تنطبق أيضا على المرأة دون تمييز لكن الدولة تخطط ذلك بدل ما تغير قرارات الإسكان أصدرت قرارات وزارية ترقيعية عشان مثل ما هي تقول عشان تخفف معاناة المرأة في هذا المجال مثل قرار الوزاري رقم 12 لسنة 2001 اللي هو حديث العهد اشترط لحقية المرأة المنتفعة بإحدى الخدمات الإسكانية وبالتحديد توفير شقة للانتفاع مش سكاني يعني توفير شقة تكون بالإضافة يعني اشترطت أن تكون عاملة ولها دخل شاري وتعول ولم يحدد القانون هنا معنى الإعالة هل هي متزوجة وطلقت وتعول أم ممكن أن تكون غير متزوجة وتعول أخرى وتعتبر العائل وحيدهم في بعض ما والله يعني في معاملة غير معاملة غير رجل يعني الرجل عمليا ما اشترط عليه لحصوله على الخدمات الإسكانية هذه الشروط والواقع أن درجة العمل في وزارة الإسكان على أن الرجل حينه يعقد يقدم عقده لوزارة الإسكان وهي تسجل لخدمة إسكانية في الغالب اللي هو السكن وتم الموافقة على أن يعطونا لكن بعكس ذلك المرأة لا تمنح هذا الحق مهما كان مستواها من ناحية العلمية مستواها المادة خاصة في حال زواجها من أجنبي هنا أيضا مثل ما قلنا الرجل حتى لو كان أجنبي يمنحها الحق ويعطيها الحق حتى لو كان هنا وأجنبي الآن طلع الحق أنه هل يعطيها تعطي أولادها جنسية أو تمنعها عنهم أو تعطيها سكن أو يمنعها عنها وهو رجل أجنبي دائما إذن يعني مسألة تغيب هذه المسألة عن كثير من حين النقاش أو حين التداول أن ليش ما يتغير القانون ومثل ما قلت الأمور كلها تدار بطريقة يعني كلها معالجاتها سياسية مو معالجاتها على مستوى إنساني ومستوى حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الموجودة كل الأمور تدار مع الأسف الشديد إدارة سياسية تدار بمنطق سياسي بعقل سياسي بمنهج سياسي وهني الخطأ لذلك إحنا ما عندنا استراتيجيات اقتصادية واستراتيجيات من أجل يعني مثلا الإنماء أو استراتيجيات أن تنوضع المرأة فيها كعنصر لأن المجتمع في جناحين يطيب فيهم يعني المرأة والرجل فيما لو كان هذا الجناح مكسور أو مريض أو واهن من الاستحالة أن هذا المجتمع صحيح يصير صحيح يصير صحي من ناحية العقلية ومن ناحية البدنية مستحيل أن ينيئي يعني تصير حالة نماء في هذا الجانب المضحك المبكي أن القرارات الوزارية أعطت الحق للرجل الأعزب أن يحصل على قرض من جهة وزارة الإسكان كخدمة إسكانية استفيد منها في تحسين وضعها كمقدمة على الحياة الأسرية أيضا مع الفتاقات فوق أنها مرأة لكن حتى إذا كانت يعيني من الناس اللي قدمت قلب للإسكان في السنة أعتقد 2002 قدمت لهم قلت لهم أنا مززوجة أنا زوجي سعوب فبالتالي هو ما يحصل على خدمة كثبت للوزير وأنا أبغي خدمة إسكانية أنا ما عندي بيت وماده كذل ماده كذل ماده كذل ماده كذل دول الدستور أني استحق سكن كمواطنة مثلي مثل الباقي وما ردوا علي إلى يومكم هذا حتى لما كنت أراجح هم ما يردوني يعني ما يعطونيك جواب يعني ممكن أني أقول يعني هاي السالفة مو نظرية يعني قدمت فيها طلب ما زالت نسختها عندي ولكن لماذا أما بالنسبة القانون الجنائي فنتطرق لمواعد اللي يعني اللي يكون التمييز فيها صارق واضح في قوائل المواعد أو الفصل المتعلق بالاغتصاب والاعتداء على العالم بنطلع خلال هاي دي المواعد مدى تعنيف المرأة بنوجب نص قانوني وتهدر كرامتها وحقوقها وتهدر وتهدر معاها قيم المجتمع الدينية والإنسانية يعني حين يعطي لمرتكبها المختصبها والمرتكب لجريمة الاغتصاب بشكل متعمل بحقها الحق في الإفلات من العلقاء وهو قد يكون كما ورد في المادة حتى بعد أن تتم إدانته يصدر بحقها حكم واجب التنفيذ فهو يمكن أن يصلح بين قوسين خطأ في الزواج من المرأة يعني لما يقول لك صالحة يعني خطأ لأن الجريمة حين وقوحها في الأخير هي جريمة بأن يتزوج الضحية وهنا جريمة تنعن في واقع الجسد الضحية وإنسانيتها وقد تكون طفلة في الرابع عشرة الخامسة عشرة السادسة عشرة مجرد خطأ يحتاج فقط إلى التراجع من قبل الجاني بعد مول مجنع عليها ليرجع ليرجع الوضع كما كان عليه قبل ارتكاب الجاني للجريمة المعاقبة عليه قانون أنا هاي ذكرني بالتعامل مع الديون المادية أو يعني لما يفسخ العقد ويعاد الحل ما هو عليه يعني حاجة تتعلق بالمال ما سمعت التعامل مع جسد إنسان وعلى جريمة إنه يعاد الوضع دون الاعتبار المجنع عليها دون الاعتبار لسنها الصغير والتي في الغالب تتطلق بعد مدة وتهاني يوميا من قبل مقتصبها الذي يتزوجها وذلك يتضح يعني حتى في ملو واحد راح ترصد وحده وهو يحبها مثلا أي ما تبغى ترصد وبشكل متعمد يقتصبها على أشياء أساس يستر عليها ويزواجها وبعدين تسقط عنا العقوبة تصور طبعا هني المواد مع الأسف الشديد لأنه المادة اللي هي ثلاثة خمسة ثلاثة لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة اللي هي شنون المواد السابقة يتكلمه عن فصل كامل عن فصل كامل إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذة وتنتهي آثاره الجنائية المواد السابقة مثل ما قلنا اللي هي اللي هي فصل كامل اللي هو يتعلق بالاقتصاب والاعتداء على الأرض اللي هي المادة ثلاثة أربعة أربعة والتي تنص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من واقعة وأنثى بغير رضاها وتكون العقوبة السجن إذا كان المجنعيها لم تتم السادسة عشر هاي واحدة من المواد اللي تصدق لو تزوجها في يعني أنا ما أدري يعني هي وجهة نظري الشخصية ما يمكن يختلفون يعني من الثقافة على جريمة على جريمة في المادة ثلاثمائة وخمسة واربعين والتي تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من واقعة أنثى بلغت السابعة ولم تتم السادسة عشرة بلغت السابعة ولم تتم السادسة عشرة برضاها ويعاقب بالحبس مواقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها من زين والمادة 346 والتي جاء بنصها يعقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتداء على عرض شخص بغير الرضاوة تكون العقوبة السجن إذا كان المجنى عليه لم يتم سبع يعني هذه من ضمن المواد اللي قال أعلى صور حتى ما تبصر لما قال أعلى على نوع المواد يعني لكل ما سبقته منه وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان المجنى عليه قد أتم السابعة ولم يتم السادسة عشرة مادة 347 والتي نصت يعقب بالحسب من اعتداء على عرض شخص رميم تم الثامنة عشرة برغة إذا كان الجاني من أصول المجنى عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته ولهم سلطة عليه أو خادما عنده وعند أحد ممن تقدم ذكره هذا أيضا من ضمنه إذا كان الجاني من الموظفي العمومين ومكلفين بخدمة عامة ورجال دين أو أطباء ومعاونيهم أو استغل مركزه أو مهنته أو الثقافي إذا ساهم في اقتراف الجريمة شخصان فأكثر في التغلب على مقاومة المجنى عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل إذا صيب المجنى عليه بمرض تناسب لهذه تشديد العقوبة هنا نحن نتكلم يعني هذه المادة اللي شددت فيها الأقوبة وقصد المشرع من التشديد على أن هذا الشخص اللي اعتديت عليه وقتصبته هو تحت رعاية وحماية زي الطبيب اللي يكشف على مريضة أو زي يعني ممكن الطفل اللي ما عنده أحد يرعى تحدد المحكمة من يرعى فهو متولي تربيته أو رعايته أو رجل دين أو رجل مكلف مثلي في المستشفيات أو رجل هاي كلها شدد المشرع العقوبة شلون انت ايجي تقول في المادة في المواد السابقة يعني هو هذا ارتكب جريمة مضاعفة يعني فوق أنه هو يعني زي الأطباء يعتبرون عندهم قسم أيضا يعني على الحفاظ على المريض على سريته على احترام هذا المريض على جسده على ما إلى ذلك شلون هذا ارتكب جريمتين في ذات الوقت وهو هنيتا راح نتكلم عن كله صغار السن يعني 14 و 15 و 16 فشلون انت تقول في المواد السابقة هذي ما فهم يعني هل هو عدم تبصر يعني في الوضع في الوضع هذه العبارة عن انه قال يعني شمل فصل كامل من الفصل اللي يقع تحته زي ما قلنا لاختصاب والاعتقاء على هل هو عدم تبصر هل هو عدم مبالاة يعني الواحد يضع عدة تساؤلات لانه يعني هاي الرخصة اللي يعطيت الى شخص ليفلت من العقاب ارتكب جريمة متعمدة جريمة شنيعة يعني لها علاقة ليس فقط بجسد المرأة وحرمته وتعنيفه بالقيام والاخلاق يعني حتى العادات الدين العرف كلها تدين يعني الاختصاب بصع انت يعني مع العجب مع يعني الاسف الشديد هاي زي تعطيه مكافأة لانه هو هني فيها استغلال ايضا الى يعني كبر شناعة الجريمة ويعرفون انه ممكن الاهل او الضحية تكون يعني ما تريد هذه الجريمة تطلع للعالم فهذا فيها استغلال ايضا من هالنوع انه انت تعطيه هو ارتكب جريمة والادهة من ذلك حتى لو صدر عليه حكم اهنين فيها حتى هدر لكل يعني لكل زي ما تقول القوانين هدر لكل واسست القضاء بشكل عام يعني انت لما يصدر عليك حكم باك لا يجوز الطعن فيه يعني خاصة جريمة الاختصاب لما صدر حكم معناته هذا القاضي متأكد ومتيقن واصدر علي عقوبة ندرتك يا بالشهود يا انه معترف يا انه فبالتالي يعني يستحق هذه العقوبة اللي صدرت عليها فشلون انت بكل بساطة بتقول له هي اكبر يعني زي يعني هذا طريقة التعامل مع هاي الجريمة واهدار كل كثير من الامور لها علاقة مش بس بالضحية بالمجتمع نفسه بمؤسسة الاسرة والمجتمع بشكل عام المفروض معالجتها لانه هو مو بس يعني في قوانين عربية وغيرها يتعلق الموضوع يتكلمون عن انه ما يقول المواد السابقة كلها يعني يمكن يقول انه يتعلق بالضحية نفسها الى جانب انه كلهم رابعة عشرة خمسة عشرة سادسة عشرة يعني اللي اختصابها رجول المتصرف عليها رجول اللي بيزوجها يعني فعمليا ايضا من غير المنطقي والمقبول عقلا انه يتم التفريق بالنسبة للرضا لانه اش قاله هني كله هو يتكلم بين يعني يؤخذ برضا بين الصغيرة المميزة وغير المميزة يعني في دماتكم ارباط عشر وشهرين عشر غير مميزة وشهرين لين زادت مميزة يعني يعني صيرت ما يوخذ برضاها وما يخذ برضاها يعني واحدة مختصبة شايفة يعني الى جانب يعني اهي في الاخير جلمة اختصار الاخير هذي قاصر يعني هني ايضا فيه تلاعب في مسأله عشان يعني اكون على حق يعني ووجهة النظر صحيحة ان كل الامور تأخذ بممنظور سياسي يعني حينت لما تقول تقول تنتخب يعني في يسمونها يؤخذ بإرادة الجاني في النواحد الجنائية إذا كان عمره 18 سنة إذا كان عمره 18 سنة يؤخذ بتصرفاته المالية بـ 21 سنة يعني يشفوا المال أهم من من الجسد ومن الروم يعني 21 سنة وإذا كانت صالحة يؤخذ فيها إذا كانت ضرّة تلغى فهنا خلينا نكون منساجمين متى نعتبر أن هذه الطفلة والله بالغة لازم تكون كل القوانين متسقة يعني تكون كل القوانين خلينا لا نتناقض مع نفسنا نعطوا عمر واحد ونمش وراء فهنا لما نقول لك يؤخذ برضى يعني أو ما يؤخذ برضى الصغيرة المميزة وغير المميزة عشان يعني لأن القانون كل يقول سنين كاملة 14 15 16 18 يعني يأخذ عما يقول لك بأن الصغيرة المميزة وغير المميزة يعني مثلا وهو الـ 14 سنة يدى زادت شهرين يعتبرها مميزة شدي هو يتكلم بالنسبة للصغيرة الغير المميزة لا شك في قيام الجريمة على الرغم الرضاها بالفعل يعني ذلك أن الرضاها ليس له قيمة من ناحية قانونية لأن كلنا عندنا أولاد وهذا ممكن يعني اللي أتمت الرابع العشرة وأتمت السادسة عشرة والمشرع أخذ برضاها باعتبار أن الرضا الصادر من المجني عليها رضا معتبر به من ناحية القانونية أي ليس عدم الرضا يعني الصغيرة دائما اللي أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر قليلة الخبرة بالحياة وسهلة الإغرار يعني هذه ما ممكن نكون عنها يعني بالضبط صاحبة قرار وما ممكن نعاملها لأنه مكتملة الأهل وممكن لبعد عشرين سنة أو واحد وعشرين سنة اللي هو السن اللي ينتخب فيه ما ممكن واحدة عمرها في هذا العمق قدر خطورة الفعل على سمعتها ومستقبلها وإن كان هناك إرادتها لبعض القيمة من ناحية القانونية فإن ليس لها قيمة قانونية كاملة ومن ثم لا يمكن أن يقوم رضا صحيح ينفي جريمة الاقتصاد لذلك نرى هنا ضرورة مصابة بين المجني عليها التي لم تتم الرابعة عشرة والتي أتمت الرابعة عشرة والسادسة عشرة ولم تتم العشرين يعني نحن نشوف أن المفروض كلهم هذلين يضعون في سياق واحد أو لا يخذ برضاه فالمشرع في مواقع أخرى حمال صغير زي ما قلنا في ذمة المالية ولم يعترف التصرفات التي تضره ضررا محضا حتى بلغة سن الـ 21 فكيف بجسد الصغيرة وعرضها ونفسيتها ومستقبلة وهم في أخطر من ذمة المالية بكثير لذلك لزم أن يأخذ المشرع بعين الاعتبار أن هذه المساة أيضا يعني من واقع عملي كمحامية حتى في جرام الاقتصاة يعني المشرع لما قال عشرة سنين وخمسة عشر سنة ومؤبد ما قصد المشرع قصد أنه يشدد العقوبة يردى الجاني حين يفكر بالتكامل يجي القاضي عنده سلطة تقديرية ينزل بالعقوبة إلى 4 سنة 3 سنة لأنه تصير يعني قسم القانون الجنائي كعقوبات مخالفة وجنحة وجنائي المخالفة التي يأخذ عليها غرامات مثل المرور من زين الجنحة اللي هي تحت 3 سنة العقوبة 4 سنة الجناية اللي هي 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 تعتبر جناية فبالتالي لما يجي القاضي بسلطة تقديرية في جراء مفتصار وهد كعر وينزل بها إلى 3 سنين مش معناها ثاني يعني هو أيضا حتى تغير من وصف الجريمة أصبحت هي مو جريمة اقتصاد فإنما لنحن جنح فهني أيضا يجب يعني هو أيضا خالف يعني رأي المشرع أو القصد اللي شدد العقوبة من أجل المشرع شدد على هذه لذلك احنا نشوف يوميا كثير من المختصبين يفلتون بجرائمهم بسنتان في قضايا اقتصاب أو مثل ما قلنا يصلح خطار فبالتالي لزاما تقييد أن يقيد المشرع للقاضي بحد أدنى للعقوبة الدنيا فيجعلها سبع سنين مثلا يعني ما يجوز أنت بعد تقول ولا تنزل بالعقوبة أكثر من شي المرح هذه بالنسبة للقانون الجناعي أيضا بالنسبة للقوانين الأخرى مثل عرفون غالبيات الأخوات الموجودين هنا بالنسبة إلى قانون العنف أيضا هو القانون نفسه في غالبيته يعني وضعت مواد شكل نظري يعني دائما زي ما قلنا العقوبة مو بس لها قيمة الرد قيمة الإصلاح أيضا تربية فإن هذا القائم بالجريمة وبالتعنيفة وهذا تصلح المؤسسة العقابية وترجع مرة ثانية للمجتمع خش رجال زي ما يقولون أو يعني فلما تكون هذا القانون خالي يعني مجرد تعريف لجريمة العنف كلها تعريفات في الغالب تصبح يعني يعني عجبني القانون العنف اللي هو الأسري اللي هو السعودي اللي وضع كلها غرامات مالية غرامات مالية بعد توجع يعني فيصير إنه تردع نوعا ما نحن يمكن في الغالب رجعوا إلى يعني هاي تبرير اللي قالوا تبرير اللي قالوا يعني مفروض القانون حتى يحدد في القرب من الضحية اللي هي المعنفة مثل ما تلاحظون هل يحقوا ليه على بعد هالقيد يقترب منها وما يقترب منها مفروض بعدونها عن سواء كانت البنت أو واني لما كنت عالج بضايا فتحات شفت العجب يعني تبايع تدون على بناتهم يعني فيش بشك يعني في صورة إن الواحد حتى ما يحب يصارح نفسه فيها قالت شنو فالمفروض هم يرجعون لأنه في قانون عقوبات بس ليس صحيح لأن الجريمة العنف الأسرية لها رابعة خاصة يعني المفروض السياسة والاستراتيجية التي تنوضع حق هذا القانون في كيفية تعريف الجريمة وكيفية التعامل معها والعقوبة التي توضع على أساسها تكون ضمن يعني فيها معالجة إلى كل مشاكل الأسرة والعنف اللي يقع داخل الأسرة لكن هذا ما صار زل ما قلنا هم حبوا يعني نفكونا في السوم إننا لحد يعوغوا رأسنا كل يوم يطالبونا بقانون عنف أسرين طلح القانون ونفك نفسنا مع الأسأل الشديد كل القوانين اللي اشتغل فيها الاتحاد النسائي والجمعيات النسائية وتعبوا فيها سنوات طويلة في الأخير تطلع بشكل مهلحل وليأخذوا الرياحا يعني مثل هاي قانون العنف الأسري أيضا حماية المرأة من العنف الأسري أيضا قانون لأحوال الشخصية نفسه يعني القانون لأحوال الشخصية السنوات طويلة قدمت مشاريع قوانين وقلنا لهم ترد مختراع مختراع أو الدولة بتختراع البحرين هذه القوانين موجودة من خمسينا في دول عربية يعني مثل قانون أحكام الأسرة وأحكام مثل في مصر في إيران في مادروين كل هذه القوانين موجودة يعني المفروض احنا نبتدي حين نتال آخرون يعني ناخد قوانينهم ندرسها نضع صورة محسنة لها بالحكس هاي لصالح الجهات الرسمية والصالح للجهة الأهلية يعني يصير ما في الجهة الأهلية ما تقدر تعترض لأن نقدم لها أحسن قانون يعني مثل قانون أحكام الأسرة عقوب هذا كله وناس معارضة وناس شسمة مع هذا القانون جاء القانون بهذه الطريقة لا عرف شنو الضرر حتى الضرر ما معرف فيه أيضا اخترعوا لنا اخترع الرجل وافق على العمل أو ما يوافق على العمل يعني يعني حين انت قاعد تقول في دستور والقوانين الأخرى أن العمل حق ورجعنا هنا يعني هاي المرة لازم تعامل مع عامل أخر بالتالي الحق يقول لها لازم تشترق عليه من البداية يعني إذا سقط صهوا أن تحط إنه من حقها العمل هاي مشكلة لأن بعدين يجي يقول محطة شرب في فرزور أيضا يعني في تباين بالنسبة إلى في مسائل الحضانة كثير فيها أسب حتى على الأطفال يعني من واقع العملي أنا أقول لكم لأن الطفل يعني دائرة السنية تعطي الأب وكأن هذا تعطي الأم مدى الحياة وكأن ماذا الأب ضيف يعني يشوفهم ساعة ساعتين وعلى يربيهم ووجههم ويصرف عليهم آية متى بوجههم ويصرف عليهم متى بيقومهم متى بيربيهم متى إذا أنتونا حاطين في موات هو الولي الطبيعي وعلى يربيهم وهو ما يشوفهم إلا ساعتين بالإسم يعني أنتو تبزحون على من هاي الطفل يصير مشروخ وإذا الجعفرية يعطونا لأبو الحين بعد فنتق يعطونا سنتين إلى سبع سنين عند الأم السابعة يعطونها الأب تاسعة يخيرونها يعني الجاهلة بتستجن والله الجاهله طارحين يعني خصوصا لما يكون الأب والأم مسوين حرب مستخدمين دي الأولاد يعني عندي هالنوع من القضايا ليش تسمحون إن تستخدم هاي والله في فسحة وفي فرصة لما سويتون دلقانون يكون سيطرون على الأمور يعني كل شيء أنا ما فهم زي ما قلت لكم لأن الأمور ما تدار بطريقة نحن نبغى نصلح بالموضوع ونحط لي قواعد ونروح نشوف أصل المشكلة كلها تدار بطرق سياسية يعني هذه الإشكالية المعالجات هذه ما تخدم المعالجات كلها تصير سطحية ترقيعية يعني بالإسر لأن هذه لين إحنا يوميا يعني حتى الجهة اللي يسلمون فيها الأطفال اللي هي المراكز من تكلمينها تقول لها هذا قاعدة رافضة لنا تعطي البنت إحنا ما يخصنا إحنا قالوا لين بس نشرف نشوف لين تعطيك إياها وتعطيها يعني مأساة هذا ليش ما تكون حضانة مشتركة بين الاثنين لأن الأطفال هاي يعني كل ما جال الخلاقات يزيد طلاق يزيد الأطفال يشتتهم عحيم بعد في فناتك جديدة تسع سني أنا من شمي ما أنا قاضي في الاستيناف العليا وهو معارف بعد يطرح يعني إن أنحين الطفلة عقوب ما تصير تسع سنين يعطونها أمها خياروها خياروها شمعناتها يعني هذا الخيار بتقدر تختار منه تبغى تسع سنين إذن إنت لين ترفع الدعوة دقان الخيرين هاي بعد لما سمعت انفاجأت لما تخير الجاهلة إذن هو اعتبرها بالغة بالغة عفوا يعني جتها الدورة يعني خلاص أمرأة منحبها تقرر شنو تسوي هذا في رأيي حتى القانون الجناعي جعل على هذا الأسان إن هي أمرأة منقو تقرر كل شي فبالتالي أنت مفروض ترفع دعوة عليها مو على الأمر يعني ترفع دعوة تبغين تباتيني البابا لو ما تبغين أمرأة تسع سنين يعني هل هي يعني في توجه إن هذا المجتمع يخرب على أصحابه ما أفهم جد ما أفهم يعني ما أنا قادر أستوعب يعني الواحد صادح باطه يأس إلى درجة إن أنت تضربها كل من أنت تعطيهم مشاريع قوانين هاك كم تفضل والله مريحين هذا القانون ما في أحسن منها أو روحوا يجيبوا القوانين الثاني درسوا وهو وقلوا ها دي أحسن لنا دي أحسن لنا دي أحسن لنا ليش تخترعون واختراعات بعد سيئة يعني جه فأتناقشوا يا شلون يعني جاه بعد المحامي الثاني صار فطحة قال رفعتين الدعوة على غير دي صفة على الأم المفروض ترفعينها على الطفلة فصلت بالقاضي وقلت ليش لون يعني أنتو بتخربون المجتمع عم في أوروبا الدينون البمراء اللي انقلعت وحسن كنت بروحها وانفصلت هذا تفكك المجتمع وما إلى ذلك أنت قاعد تقول لي أن الجاهلة رفع عليها دعوة تبغت باتي يا أبوها من كل عقلك يعني هذا عقوق والدين أنت تقاعد حتى خالف كل دينك ودنياك اللي انت قاعد تقول يعني هي من أصعب الأمور أنك قاعد تقول لطفل اكره أبوك ولا تقول قول ما أبغى أو اكرههم وتقول ما أبغى هذا هو القانون ما لأسف حين شي صالحة ما تبري لأن في جوانب بالنسبة إلى الدائرة السنية والدائرة الجعفرية بعض الكبايب القليل ولكن يعني شي قولون هاي في هاي القضايا اللي تقدر بالعب لأنه ما في قانون واضح ما في قانون صريح ما في قانون يعني دائما حتى أنت إذا تترافع أنت تتوجع يعني مثلا نحن لأننا نشتغل في هذا الشهن لما نترافع نتوجع يعني نتوجع أنت بغى تأخذ حق موكلك بس أنت تتوجع لأنه في الموضوع الطفل في يعني نتمنى أن يتم مراجعة كل هاي القوانون بالاتحاد النسائي والجمعيات النسائية يقدمون مرئياتهم ولا يأخذون فيها ويرجع على ما هو عليه شكرا 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 نشكر المحامية شهستالون على المحاضرات تضمنت معلومات قيمة ومفيدة نفتح الباب لتوجه الأسئلة أي أحد المسؤول أو ممكن تكون إضافات يعني إستاذة فريليا شكرا 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 لأستاذة المخامية شمسلام وهي دائما داعمة لمساعد اتحاد من أجل صلاح التشريعي في الله بحب المرأة أنا لا أتحدث عن موقف وعصارة ومساعد المساعد البحريني لأن البيان اليوم قد قطع ووفق وذكر كل الغمات الرئيسية في المدافعة حاول موضوع عنفض المرأة نتروالي يعني اللي كانت أستاذة شنزلان تحاول تواصله لأن في مشكلة في الذهنية وهذه مشكلة متأصلة يعني تكلم عنها الأمين العام المتحدة تكلموا عنها كل المسؤولات في هيئات اللوان المتحدة المعنية برمايا النساء وأخيرا يعني مؤخرا فرنسا رئيس الوزراء في فرنسا أنه هناك مشكلة متأصلة في الدهنيات هذه في النظرة إلى قضاء العنف تجار المرأة وأنه هناك اختلاف في موازين القوة تاريخيا منذ عصور قديما وهذه موجودة مازالت في التشريعات وغيرها وغيرها ومن الصعب أننا نقتلعها لذلك المسيرة مستمر ومتواصلة لا أتكلم عن بحرين لأنه في غطونة روالبوب لأخوات عندي مهمة نقطة مهمة هي نقطة إدراك الخطور وعدم التسخيف وانا عجبني مصطلح عن التسخيف اللي كتبوه خارجي الفرنسيين اليوم بصوية تقريدة حلوة أن كيفية التعامل مع الموضوع العنف الزائد في فرنسا وانا ببرح هذه المسألة لأن عجبتني معالجتهم يعني معالجة تداولة مثل فرنسا معروفة أنه وصلة المستبلات عالية في القطب في الريلاتة لا تستحي في موضوع جد من برقاء الموضوع وعالجت بطريقة صحيفة يعني هولي سوى أولا نعترفه بالموضوع رقم الثلاث تشاوروا تشاوروا مع المجتمع المدني من سبتمبر هذا شهر سبتمبر وكوبر ومبابا طيب شنو هي القضية الي احنا نتكلم عنها القضية هي القتل النساء في فرنسا يعني العنف في فرنسا بتزايل صار ردنا رقم موثل في كمو الاتخاذ الأوروبي بعض الإحصائيات في 2016 كانوا 23 أمرأة قتلت قتل يعني عنف داخل أسره في 2018 عنف العنف الأسري أصدرت في وسائف الداخلية كانوا 121 أمرأة وعند بعد هل رقم شوية غريب ونازل يعني بس وسائف الداخلية أصدرت في داخل بكل أريحية ورحنا هني هناك مشكلة لنقب أربام من وصارف العدل ولا من وصارف الداخلية أصلاً الجواب لا يتم الرد عليهم يعني الرسالة التي تروح في إثمال أنه حتى لا يأتي كرن يعني لا بالإجاب ولا بالرق وهذه واحدة من المشاركة الكبيرة في عامل التقالي النسائي والمراكز اللي عامل مع تقديم الخدمات الرشالية والقانونية النساء مع النهو أحينا نحينا فرنسا في 2019 تم قتل 121 مرأة يعني صوروا هذه السنة يعني تم قتل 121 مرأة صارت مظاهرات كبيرة العام 2018 وفي مظاهرات كبيرة تم تسير قول ومين في 2023 150 ألف طالت كانوا مشاركين في 2018 و قالوا كثيرة في مظاهرات السنة وهذه نقطة ثانية أنت تكلم عن مظاهرك تتكلم فيها عن موضوع أهني هل مسموح لك أن تتكلم عن مظاهر هل مسموح لك أن تتكلم عن موضوع اجتماعي يعني تعاني من الأمهات الأخوات تتكلم يعني يساء يساء من الوضن يعني الحكومة الفرنسية وعدت بأربعين تدبير وبهذا النقطة الجميلة طيب هناك أربعين تدبير بتتخذ مثلا من بعض هل تدبير بدنا بتنشأ 250 250 موقعا لإيواء النساء الهارباط العنف التعنيف و لفج 750 موقعا متخصصا لإعادة القيواء المؤقت ورف طوارق في المحاكم لمعالجات خلال 15 يوما تقديم الشكاوى من المستشفى مباشرة واحدة يعني غارب زوج وكذا فعند ما فيها الشدة تبلغ النهابة وماذا شنو وإذا أخر الشرطة إذا كان ينتمر وإذا لم ينتهون من المستشفى يخطو الدعوة ويشرون عليك وفي 2018 قالوا بنساوي منصة إلكترونية حق الأبلاغ والتحدث مع شرطة طيب هذي التدابير بتكلفهم خمس ملايين يورو وخلوها عن ميزانية يعني شوفوا الاستجابة أحنا في البحرين عندنا استراتيجي روضاني لما نهو طلعام في الأسرين بلعت في 2015 بس مال المس يعني مال المس إلا كعلاقات عامة أو في مهتمرات كبيرة وكذا طلبنا بمرصد هو أني لإحصارات العنف يكون الأكسس لها سهل لكل الجمعيات ولكل البحثين وكي صارت هذي قال أو أعلن أو عنه في 2017 وسموه تكاكف على ساس إن كل الإحصائيات دمالة النساء البحرينيات المعرضات العنف تتوحك تتصنف إلى أقل هذي هذي موقع موسى عن ترى هذي يعني IT خلي جماعة IT وانت تحكم عندك الفاسيليتي عندك السلطة عندك تتوحك هاي بانان لحد اليوم ما في يعني وانشفنا الكابتين طبعا أنا ما رح تكلم عن الإصلاح التشريع اللي ويتكلم عن الالتقاد قانون الحماية من عمف الأسر المازال ماليء بالثقرات وهو قانون يعني أولي أولي متخلف بالنسبة حد القوانين اللي فيها راجع حماية وتوفير وإلاء كبير والسلطة هذه واجتكلمنا فيه والاستاذ الشمسلام مرفخة تماما إنه مش بس تري فالتري تري فالتري صار مشهور لكن فيه بنود أخرى مثل ما قالت يعني فيه تلرب في أرقام الأعمار إنه من 7 إلى 16 وإلا 16 إلى 21 يعني معقولة فيه 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 استخباف تحس في سياقة القوانين هذي بعدين المؤسسات المؤسسات الخدمات الرشادي يشتغلون شغل يعني ما المنظمة أهلية تقرأ الجرس بالجرس حقا بدأت أهلية تجارب هذه الرائدة فكرة الإيواء فكرة الخدمات الرشادية لحد ما الجانب الرسمي دخل على الخرق ومالي شي جيد لأنه ما فيه موازنات فعلي فهو صاره دار الإيواء اللي بعد يعاني من مشاكل كثيرة ومن موضوع نشر الإحصاءات نشر وكوفير الدعم دازل ففيه مشاكل كثيرة في البحرين نحن بعد معظومة نحن مشكل فل الفرنسة ما وصلنا لها الدرجة من القتل يعني وإلى إلى أخرين ومشاكلنا قابلة للحل لكن يعني ما في إرارة سياسية ما في اهتمام ما في يعني الجندية ما في الجندية وإلهارة كما نتحدث فينسنة ونكرر نفس الكلام ونقول يجب لازم أصلاح تشريعي لازم تداعبئي في إجربي وكذا وعند來 مجموعة من الإقصائيات العالمية ما بيقولها لأنك روالي كف روالي مبتويل وأشكركم على هذه القرار بس دا سمحتولي بالنسبة إلى أن الدولة ماطعة حتى حالات الطلاق لما تقول لهم تشمع حالات الطلاق ممكن يعني يعني أنت ما تقول الحالات التي طلقتها تقول الدعاوي لدخلت المحاكم بطلب الطلاق يرفضوني يعطونيك يا أخي أقول لك كل الأمور تدال بشكل عقلية عجيبة يعني نزين هل إذا عطيناك إذا طلعتون حالات الطلاق يعني هاي دولة فاشلة يا أخي هاي الطلاق موجود عدم الاتفاق حرية شخصية وموجود في كل إلى جانب لفتني في في الموضوع الفرنسي أن الوزارات نفسها شاركت بمبالغ يعني هي رصد وخمسة مليون يورو أن وزارة العدل هتتحصها وزارة الصحة وزارة الإسكان عطت حصة بما معناتها لكل مشارك في هذه الاستراتيجية لحلها أيضا نسيت نسيت ملاحظة بسيطة أو مملاحظة معلومة بسيطة بالنسبة للإسكان يعني أنا بعد ناقشت إياهم مسألات أن المرأة الحاضنة حين تتقدم عشان يعطونها قرد تصورة يعطونها قرد يأخذون أكثر من نصف فوائد يعني تقعدوا يعني الحين هم ساعدوها ساعدوها الناس قالوا هاي حاضنة وعطوها قرد عشان تبني يعني أنا عندي موكلة أخذت معيدهم 45 سجين عليها 72 اتصلت فيني وقالت لي أكم عاطين 72 اتصلك بمحاميتهم قالت لي إيه ذي مصروفات إدارية كنت لي هالله أكبر مصروفات إدارية أزياد من البنك فكل من قاعدة وفو مكان تكلمت النساء قالوا إحنا ندعم النساء الحاضنات زين تدعمون النساء لما تعتونها قرد تأخذون كثرة أو فعلا مصروفات إدارية يعني 600-700 دينار ألف دينار يعني شتأخذونها زياد من مصروفات أفضل تضلي أزياد من قدت تريد من قبل أفضل أخذ ما تعتقد أن يعني في الدين دبتنا في الدين الإسلامي في آيات واضحة عن أصوات ما تم تحضر بحلاك بحلاك خلاك أنه لا تحترين بحلاك ولكن في نفس الوقت أن الأصباب ترجع للدين عندنا مثلاً هو قول الرسول المرأة نقص عد خلال ديناً بعدين بالإرثة بعد للذكرة المنثلية هل مزمون؟ هاي؟ هاي واحدة لاحبت تتعوبيني عني بعدين للمواعد يقرأ واجه في الموضوع يبين أن كلمة الشرف في المسماعات العربية الإسلامية ترتبط دائماً بالمرة ولا ترتبط الكلمة شرف درجو ولا ترتبط كلمة الشرف بين عقل المرة ولا بين جسد المرة يماغذر وإنما نقرأ أكثر ذلك تبيلاً أن أصل هاي المفهوم حديث جداً يرجع إلى طاريخ العرب قبلية القبائل ترتبط كلمة الشرف المرة عندهم مهم جداً لأن القبائل كنت في صراع مع بعض كلمة الشرف المرة وإنما يحبون يريدون أن أقلادهم من دمهم ومن دمهم ومن دمهم ومن دمهم قبيلة قامة فهي هذه الجبرة نشعد ولو كانت إمتدت إلى القانون وما زال يستمع الإسلامي تفضد من دلمار كلمة في عقل المار كلمة أو ما يعرف يعني ما عرف هال عدان عانس وحسنات البث المباشر أجوعة الجزء التي تتكلمت عن أستاذ الشهزران بخصوص المرضى الثلاثة بكريم وأنني أحس فعلاً أن الكلام عنه فقط العودة إلى ما أعلى وتلها مواد وما أعلى وتلها مواد جداً صعبة يعني أنه حط المواد هذه الثلاثة كأنه ممكن تلقق يعني شونه بعد يوم النقطة الثانية التي أتكلم عنها في مشكلة في الوضع التشريعات نحن لازم نفصل أو ما هو الخط الفاصل بين أن الحكومة حتى في هذا التشريع من أجل فقط يعني مثل ما قالت أستاذ الشهزران فقط من أجل القانون وضعنا نحن قانون وضعنا طبعاً هذا الشيء نفس التكرر في فترة قريبة الآن في 2018 طلع تعديل في قانون العمل حديث جداً مرتبطة بنفس الموضوع يتكلم عن التحرش في موقع العمل ونفس الشيء طبعاً هذا الشريع جاء في سياق أيضاً وإذا كان صاحب عمل يستجن ستة تشريع يعني إذا كان صاحب عمل يخفض السجين ولكن تفعت الغرامة كان في موضوع جدار كبير من الأظن العمل الدولي خصوصاً بطبيعة موقع العمل حين ما هو موقع العمل الموضوع جداً حديث وحتاج لأيضاً مقاربة أنا فقط أؤكد على أن نحن بالفعل نعالم هذه المشكلة وإنما يكون الهدف هو سياسي أو مثل ما قد ذكرت الأستاذة في موضوع خانطار الشخصية مثلاً بسبب الصراع مع المعارضة على القبول الأوراق أولاً ما يكون الهدف هو فقط يعني علاقات يعني دولي يعني علاقات عامة يعني ضويلة وهاي يفتق الشكارات فيها شكراً باية أسارة زينب أه شكراً 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 بالسلام صراحة أن أنا أساعدية كثيرة في المسائل حالي بلنسبة للمرأة يعني يمكن أخذها من الأفريدة لمدالة المسألة هي مسألة إرادة سياسية وهي فعلاً يعني فيما يتعلق قدام بالمرأة هي تتعلق بالإرادة السياسية لأن أي مجتمع النظام السياسي الذي يراعي بشكل كبير هو المسألة الرجل وليف سلمها لأن الرجل هو الشخص المهيمة إحنا لما نقول رجل ما نقصد رجل واحد نقصد في مؤسسات المؤسسات التي تحكم العالم هي مؤسسات التي تحكم بهذا المنطق المنطق أن الرجل هو الشخص المتقوق المؤسسة التي تضع القوانين وهي التي تبشي أي بلد في هذا العالم لما في بريطانيا تغيرت كثير من الأمور في نهاية القرن الثامن عشر في صالح المرأة وفي بداية القرن العشرين التصور لنا بريطانيا على قط المرأة التي تصوت في الانتخابات وهم الحقها في 1926-25 ترمو من زماني إحنا الآن توني باديين في اللي هي ألفين سنة ألفين وواحد ألفين واثنين هو إعطاء المرأة حقها هل تتعلق بإرادة سياسية كما قالوا هل إحنا نحتاج الآن إلى قانون يتماشى مع الوضع بشكل عام الدولي والداخلي بحيث يعني أحيانا قوانين يعني أقول لكم للترقي على الماء الوجه وأحيانا قوانين تتماشى ورغبة الرجل يعني في تحقيق أرباح أخرى كمؤسسات بأملكة بعد الحرب لما صارت الحرب العالمية الثانية الرجال كلها ذهبت إلى الحرب من مشكل المصانع من بدخل أرباح لهذه المؤسسات الرئاسمالية المرأة أخرجوا المرأة من البيت غيروا لباسها غيروا عقليتها ودخلوها كل المصانع على شام تشتغل وخلوها تلعب كرة قدم خلوها تلعب كرة بسكول وخلوها تلعب كرة سلم لأن هذا تحقيق لأرباح وضمن إرادة سياسية ولكن هذه الحركة اللي صارت خلت الكثير من النساء بخلق يعني جيل من النساء يعيب لما يحدث يعيب بشكل كبير بهذا الجانب وبالتالي طلعت الكثير من المنظمات النسائية والكثير من المنظمات اللي تطالب بتحقيق مساواة للمرأة طبعاً مسألة المساواة تدرجت أيضاً تاريخياً لذلك حتى نحن هنا في البحر الأمور إن الاستمرارية في مطالب هي التي ستؤدي إلى التغيير الكثير من الأمور ولكن مسألة إنه والله المرأة هي ضد المرأة والمرأة عقلها والمرأة صوتت لهذا لأنها لا ترجم هذه الأمور طبيعية في أي مجتمع تحكم مش هي الأساس لتوقف المرأة يعني عن تقدمها في تحقيقها المرأة يجب أن تستمر لأن هذه الاستمرارية هي اللي تتغير هذه العقلية وهي اللي تتفرم ضغط على المجتمع كمؤسسات علية تحكم للتغيير سواء كانوا جاناً لما يكون في صالحها في صالح الربح اللي تحققها هي تقتمع المرأة لما صارت طلعت بالخمسينات مسائل في أمريكا وفي أوروبا كلها إن كيف أستفيد من الأفلال تجارياً وأحلوها العملية تجارية صارت المرأة مسموحة صارت المرأة أو بيت غني صارت المرأة كذا كثير من الأشياء تتغير بحسب حركة المجتمع وحركة الاقتصاد فيه فهناك إرادة سياسية اللي تتماشى مع تحرك البلد تجارياً واقتصادياً هذا لا يمكن الفرار منه بالنسبة إلى المرأة في المجتمع اللي إحنا في البحرين نفس الطريقة هاي على ذلك الآن إحنا في المجتمعات ما زالت مغلقة بشكل أكبر وما زالت لحد الآن أمامها باع قويل على أساس تتغير وتغير النظر النمضية إلى هذه المرأة وبالتالي إرادة السياسية أيضاً تراعي هذا الجانب يعني أنا لما أكون في السلطة السياسية ليس فقط مهم بالنسبة إلى المرأة وأنا تريد أنا أيضاً عندي هناك سنة عندي لوبيات عندي جماعات ضخط أيضاً باتجاه آخر لتحقيق الرب أيضاً يجب أن أراعي هذا الجانب من النزال كيف يتوازن؟ هي تبتدي مسألة حركة المرأة وحركة مساواة في كل العالم بهذا الشكل لذلك مجد فرنسا الدولة الأول يعني الثورة الفرنسية اللي على أساس أساس دستورها قام العهد الدول للحقوق الإنسان في الأربعين هيات يعني كلها تماشياً مع الثورة الفرنسية اللي نادت بالمساواة والحرية وغيرها سمعتمين شمال يصير فيها كلمة وبالتالي هذه الأمور لا تتحقق يعني أمور المساواة وأمور التوازن بطبيعة البشرية إلى الأبد ولكن أنت في كل فترة زمنية تحاولين أن تحققين يعني قدر الأمكان الممكن من المساواة وبتقبل مسألة أن المسألة العنف يعني موجود في داخل مجتمعاتنا لأن هذه تتعلق بالطبيعة بالإنسان نفسها كغرائز وتغيرة ولكن كيف نحول هذه الغرائز إلى جانب إنساني واجتماعي يعني الكرية تقبلة يختلف من المجتمع إلى آخر لذلك ما زالت المرأة تضرم مثلاً في البحرين تعتبر أن زوجها ضرمها مش عادي بينما تعتبر جريمة في مجتمعات أخرى بأكثر الدنيا تكون ضرمها نفسيتها تعبأت مسكينة رجبوا لها طبيب نفسي هنا هنا تطلع لشركات في البحرين في الواتس أب يقول تربية الأطفال يجب الإهتمال فيها وحساسة يقول القانون باستمرار يستخدم ضد المرأة في كل المجتمعات أنا أعتبر المادة 353 هي عنذ مقنن من الدولة ضد المرأة لأن إهي قانون ليس كلام ولا محاضرة قالت ولا واحد قال رأيه هي قانون يطبق وبالتالي يطبق حليل تعسس في الين علي أنك أمر آبدون للاهتمام برأيي أو بإنسان يدي أو بأني شنو بينما لا يطبق على الرجل شيء يعني عادي لما تقلمت سازلان عن الدستور ضلت بمواطنة والمواطنين والمواطنين بس ما دروا مواطنين إحنا في في ثقافتنا لما يقول مواطن يقصد فيه الرجل بس لا يقصد المرأة لذلك اختلفوا في الدستور في السبعين حول مسألات سرع بنا حول مسألات أن المرأة ترشحة لا ترشحة لأن الدستور هو المواطن لا يقصد المواطن والمواطنين وما زلنا نعاني من هذه المسألة لذلك القوانين الآن يعني عندما تستخدم القانون حتى الدستور تعرف ضد المرأة طبيعي أن القوانين التي دأتي تفسير لهذا الدستور وعلى أساسها تمشي المؤسسة تكون قوانين هي تمارس العرف ضد المرأة خلي الراجعة كل القوانين ليس فقط المادة وعلى أساسها هذه القوانين سواء قانون الجحفري أو القانون السمي أو القوانين الرقوبات أو كلها فيها إذا بطارنا هي عنف مقنن ضد المرأة نحن نقول بغض النظر النساء كلها توافق على حقوقها أو ما توافق ليس مهم المهم يكون القانون في صالح المرأة هي تريد وضعها أخير أنا من حقي أقول أني أشترر أو أقعد في البيت ولكن يجب أن يدعمني القانون إحنا هي المرأة تعاني لأن القانون في صالح الرجل وليس المرأة وآسف على قطولها نستطعت لا يكون أشترل 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 العام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يجب أن يكون القانون يشمل السلطة يشمل الجهات الحكومية التي تمارس العنف السياسي التي تحلم المرأة من أن تكون جزء مشارك في التغيير أو في تحسين حالة حقوق الإنسان وتتهمها من ضمن أشياء التي عرضت لها أثناء التحقيق كان يقول لي الجلاد الذي كان يتباهب أنه جلاد كان يقول لي اكتسام أنت تعتقدي نفسك أو أنت مثلتي عشرة وجال أنا لا أفرق عن الرجل في المطالبة بحقوقي وبتحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين يفترض أن أكون أمرأة مثل الرجل ولكن المؤسسات الوطنية وحتى هذه الاحتفالات دائماً تغط النظر عن مسألة عنف العرف السياسي كم عدد النساء التي وقعنا تحت التعديم خلال هذه السنوات الماضية لم يكن في هذه الاحتفالات واحدة من هذه النساء تستدعى ويكون لها كلمتها من أجل إنهاء العنف السياسي اليوم أنا هنا موجودة لأن أقول بأن الشعار اليوم اللون البرتقالي الفاقة وأنا ألبس البرتقالي لأقول لكم نحن النساء موجودات هنا في البحرين لأننا نطالب بحقوقنا ولن نتراجع عن هذا الشيء ونريد أن يكون ملف العنف النساء ملف مغلق فيه تدعم حقوق المرأة في كل الأطروف وأيضاً المرأة يجب أن تدعمها والرجل بالأساس يجب أن يدعم لأن هذه المرأة ستكون أمه أو أخته أو أحد أقلباء فيجب أن يكون نهاية هذا العنف من خلال دعمها كيف دعمها المؤسسات النسائية تتبنى بهذه المرأة الضحية التي تتحول من مطالبة أو تتحرك من مواطنة عادية إلى الضحية يجب أن يكون هناك محامين يتبنون القضايا التي تتعلق بالمرأة والتي تتعرض للعنف من قبل أي جهة على رأسهم السلطة وخصوصاً الجانب السياسي أتمنى أن السنة القادمة في هذه إحتفالات ولا أن أريد أن أنتظر إلى السنة القادمة أريد أن يكون هناك جزء يغطي هذا الجانب لأن هذا الجانب التجامله هو معناته بأنكم تنسفون لكل القيام والمبادئ التي تطالب بإيقاف العنف من قبل المرأة أنا أعتقد أن يجب أن يكون موضوع رئيسي ننطلق منه لأن البيت الخارجي يجب ترميمه قبل الترميم الداخل الخارجي أقصد الكبير وهو البيت الأسرة العائدية اللي هي الحكومة والسلطة بأجمحة وأيضاً الأساسيات اليوم نحن لا نوفر الأمان إلى المرأة لا نوفر حقها في الحرية وحقها في التعبير وحقها في أن تكون واحترمة في كل مكان ولها الحق في أن تتكلم وتتحدث وتناضر وتطالب إذا نحن اليوم نقتل جزء من خريتها ونصادر جزء من حقها في أن تكون موجودة وتكون شعلة مرتقالية تقول أنا موجودة لا تغفلوا عني أنا موجودة وأطالب بحقوقي وأيضاً عندما نصل جميعنا إلى أي قضية فيها انتصار لحق العدالة لأي أمرأ وانتصار للمجتمع بأجمعاً يجب أن يكون هناك انتصار حقوقي وانتصار اليوم أنا أتكلم معكم وما أكدت لديها أيضاً زميلة قاسة نفس التعديل والاعتداء الجنسي تبنتنا مؤسسات دولية في الخارج وطالبت وصاندتنا ولكن المؤسسات المحلية غافلت وأرادت أن لا تريد أن تسمع أو لا تريد أن تتكلم لأنها لا تستطيع عاجزة عن مساعدتنا أو عاجزة عن إقراف هذا الضرر اليوم المرفوض من تلك المؤسسات أن تتبنى كل حالات العنف وميق على الرأسها وميق على الرأسها إذا سمحتوا لي أنا بارد على هذا الموضوع قبل الباقيين أولاً نقدم أني أعتذر عن كل النساء وأعتذر عن الاتحاد النسائي وأعتذر عن كل المحاميات الزميلات وأعتذر عن كل الجمعيات ولكن للعلم أني كنت عضو مجلس إدارة وطرحت على الإدارة الدفاع عن كل السجينات ممكن اللي كانوا وياي في الإدارة يتذكرون بعضهم موجودين هنا تبني الاتحاد ما يتبنى واحدة في أنجولا واحدة في زمبابوي واحدة في مادروين وإحنا هنا يطرشون برقية حق الأمم المتحدة يتضامنون مع محدة في زمبابوي ما أدر منه ساطرنها سوالف قلت لهم خلونا نترافع كمحاميات عن النساء اللي دخلوا السجن أنا أتبرع بالدفاع بإسمكم عنهم وهذا ما يضر أنا مارس حق من حق الدفاع ولكن الإدارة رفضت تقرير ذلك قلت لهم هذا واجبكم إذا ما قدمتون ذلك الخدمة للنساء داخل البحرين اللي دخلوا السجن فكل الأمور اللي تعملونها ما لها قيمة يعني نظرية للعلم ولذلك أنا أعتذر عن كل النساء أعتذر عن الناس عما الباقي يعني دافعنا بشكل شخصي بشكل شخصي ولكن أنا قصدي نتكلم عن الاتحاد أي عبد النبي؟ سئنا بعض السلام خير جميعاً أنا أود أن أطرح يعني حديث من سبيل الكلام من فرمسة دائرة من الكفر المجراء مثل النساء هذا يجري هذه الملتالة عندها شغالية وتكشبها طبعاً من واضح الآن أن الملتالة عادة بعد موجات ملتالة عادة ونزلتها موجات عمل على مستوى العالم من الملتحدة هذه المرأة فلنوار في الأخير أصبح ومعلك سجدين بذلك المؤمن الملتحدة نحن معاوجة لأمن القضية قليلاً أنا ليس فقط بمكلفة مسائلين 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 يدران يوم على مسر مسائل مسائل مدرحة يمكن لها أولوية قام بها هي المساواة مدرية مسائلين مسائلين أصبحت محيار دخلت المرأة المتحدة يمكن من قواتنا انتقالت لأن رغم كل هذا التقدمين مرحلة محمشة أو محمشة ليس مدرحة 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 في قصة مدرحة هي التي يمكنها أن نقدمها نتمنى التحيطة اليوم نستفيد من قضايا نستفيد من هذا التوتر العالمي الشرعاً من قضايا نتعلق في الجيسي من قضايا صار قضايا معاني منها ويتم السكوف عنها تغجع عنها يعني وذا وليتوا بأسفتها أو أنه يتغذب من سكرة هذا اليوم يتغذي منك وحي اليوم قد يتبعوني يحللت في فترسل وليس يتغذي من أجل وليس يتغذي من أجل جرى يد أو أثن رأى ولم يتغذي من أجل وأنه يتغذي من أجل وليس يدفعون وليس يجبون أن نقوم بأسفل ولم يتغذي من أجل أردن أيضاً قضية الأزارة صحيح أول مرة أردن هذا المجتمع يسميه بدوي خلق الشوارع خلق القصاص أردن على فترة أردن غيرت المادة أصلاً أردن غيرت ولكن على عرض الواقع لا يزال هذا الشيء بارس يمكن تخفف العقوبات صحيح يعني منه العقوبة هذا المساحب يمكن تهدى الحقيقة لأنه أردن أشهر ومن فترة أن تضح من تقرير المدينيسي عن الله اللي هي الدعارة والرجال دي يقومهم من الدور الوسيل تحصي الدارة الزوار والأشكال وما هو هذا على القد لا تصبح هذا تجملتنا هذا الكلام هذا المجتمع والسجل من القدلين وكانت محارفة وكانت محارفة وكانت محارفة بسطاة الشجاع المناس تتكلم عنها قالنا لدينا شغاسي من هذا الشيء من الدعارة لدينا مصائف مقربين بكولها المتحدة بكلامة واندى عرف كولها الإطلاق تعرف كلها مالجان ومسؤولها وإننا واندنا واندنا محصوبة واندنا 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 بلاه هذه بسرعي كيفية ناتون لدي كل مستمع على الناس المشهر على الناس المشهر على الناس يتخلق المستمع فرام عليها لباس معايا فرام عليها سبق معايا فرام يجب أن ينكرم الواقع إما كرنا في العمل يجب أن ينكرم الواقع يجب الإفرار بهذا الواقع المنصاد على الدكتور العالمية كلا يجيب الابتعام شكرا لكم قول على الناس المشهر على السلام إن شكرا لكم أولا بالنسبة للعزيزة فريدة عن الدين الإسلام العية الكثيرية أنا أفضل صياغة القانون ضمن يا أيها الناس أننا خلقناكم مذكراً وأنكم أكرمكم عند الله أدقاكم وأن الناس كلهم سواسية وما بجيب حديث للرسول ما أعرف مدى صحته لأن إذا قالوا لي فجابوا أصحاب الرسول كم ألف كانوا صاحبين للرسول يعني عرفت شلو فأني بروح إلى أعرضي شلو إيه يعني يعني تشم واحد كان هذا صاحب الرسول اتضح بعدين كلهم دلين اللي كتبوا ما لهم علاقة بالرسول جوا وما أدريس فبالتالي يعني أفضل صياغة القوانين مثل ما قلت قبل شوية يعني السؤال اللي انضرح نفسه يعني السؤال المطروح واللي عقلياً ومنطقاً ممكن تطبيقه لماذا لا تعدل القوانين بروح الدستور ليش ما جبروت الدستور يضعن القوانين الأخرى هذه الآن كمحامية كقانونية أفهم أن الدستور يعني القوانين الأخرى يجب أن ما تخالف أي مادة دستورية بالنسبة إلى بعدين كل النساء يعني المرأة شو تريد يعني في الغالب تريد معاملتها كإنسان كمواطنة تحترم كلها مكانتها مثلها مثل يعني الرجل ما أريد أكون رجل أبداً أنا مستنسة يعني كوني أمرأة وأنتها يعني هاي شغلة عزيزة عليه يعني ولا في مرة من الأيام كنت أبغى أتشبه بالرجال أو أبغى حقوقهم أبغى الحق لأني أنا أبغى أكون إنسان تعاملوني كإنسان لا تجرحوا أوتحان كرامتي ويضع القانون ويضع قانون على أساس حفظ كرامتي وإنساني نقطع للسطور بالنسبة إلى لا حد يدافع عن النساء كل ما مرأة تقلدت منصب سبحان الله يعني يعني لا ندافع عن يعني لا نساء في البرلمان إحنا لما رحنا نناقش مسألة ويالاتحاد النساء يتذكرون كنا نناقش وكان داود ما أدري من الدكتور كان موجود كنا نناقش كانت موجودة ابتسام شسمها أنا سيتسمها نزين هذي أكثر وحدة وقفت تتصدت له كانت تتحققوا ما قصدكم بالمساواة لها عجب إحنا جايين هنا تحت امتحان تسأليننا ما المساواة إحنا جايين نقول لش هذا القانون يحفظ كرامة شو كرامتي لا أنا بغى نصير رجال ولا تحطينا في موضوع جايب إياها مجموعة من دلين اللي كانوا العفنين اللي كانوا في السابق وهي متصدرة تبغى تقول لهم أني رئيسة اللجنة القانونية فبالتالي أو رئيسة لجنة المرأة أنا ما أعتقد فبالتالي أنا لا تصدى لهم سمحوا لهم ودنتون تقعدين ويوميا تشوفون هالتويتر اللي بعورين ببراسنا هالنسوان لدشة والبرلمان وين الدنيا وين هم يعني صراحة كلمة أو يعني صراحة احنا أنهني أقول الرجل يعني الرجل المناسب والمرأة المناسبة المفروض يكونون في مكانهم المناسب ما أتحيز ولا أدافع عن المرأة باعتبار لازم تتقلد منصب إلا لما تكون امرأة بذات مستوى الذي تقلد منصبها تحكيه في مسألة الإختصاص والكفاء يعني عمري يعني الحين اللي موجودين في البرلمان أو في مجلس الشورى لما نروح إحنا يتصدون لنا يعني في مسألة معينة والله النساء ليش نعطيهم حق الجنسية كل يوم الزوجين لنا واحد أجنبي ما الرجال ما خلى أحد يعني يكون نفس الشي معنا ما نقول لكم لا جدوا بما قلتوا تعطي زوج قلنا لهم بالنسبة للزوج ممكن تخلونها ضمن مراحل معينة وتدرج بس الولد هذا يعني أنا وبعدين ده الحق اللي عندي هذا حق انت لا تناقشني ينعطي منه يعني أنا انت تعتبر مواطنة أو لا ليش تطالبني بخدمات معينة يقوم غالبية العمل عليه في الأسرة وفي الأماكن والأخرى والحين انت لما أجي أقول لك أن أنا أطالب بحقي كأنني مسترجلة هذا ما يخص يعني المستوى الإنساني وأنا أشوف ولا واحدة إلى الآن ما شاء الله يعني من اللي دخلوا خدمت المرأة ولا أعطت المرأة ومن الجيش تروح على الكرسي الوزير تصير تهاجم الطريقة معينة لأن في رأيي المسائل ما هي صحيحة لأن من يستحقون لا يصلون واللي المفروض يعني عدهم مستوى وكفاءة ويرغبون في خدمة المجتمع وليس المنصب نفسه يعني هم يطفون على المنصب والمنصب يطفع عليه وما يصلون مع الأسف شديد من رجالاً ونساءاً يعني شكراً نشكر محمية شهزالان خميس والاتحاد النسائي والحضور شكراً سبحانعرفين